تعديل الحكومي المرتقب مساوي لتمثيلهم في الحوار الوطني وضفت المصادر أن رئيس اليمني اشترط تنفيذ قرارات الحوار بشأن صعدة والتي من بينها بسط نفوذ الدولة وتسليم السلاح الثقيل وتحول الحوثيين إلى حركة سياسية من جاة ثانية أكد مصدر محلي في مدينة أرحب شمل صنعاء انسحاب أكثر من ثمانين سيارة للحوثيين محملة بالسلاح والمقاتلين من حدود منطقة أرحب وأشار المصدر إلى أن الحوثيين سيوقعون اليوم على اتفاق كان لواء عبدالقادر هلال أمين العاصمة وأحد أعضاء اللجنة الرئاسية لوقف النزاع في أرحب قد أكد التواصل إليه ومشانه أن ينهي حالة الحرب والاشتباكات المسلحة بين أنصار الحوثيين وقبائل أرحب إلى هنا تنتهي النشرة